خلينا بقى نتكلم هنا عن لعبي ولعبات المنتخبات الوطنية وبيحققوه حقيقي من إنجازات مشرفة والفوز هنا بألقاب يعني في مختلف البطولات زي ما كنت بقول لحضراتك في بداية الحلقة انت دلوقتي أصبحت أو عندك طفرة في كل الرياضات فده بالتالي بيصب بعد كده في البطولات المختلفة وفي الميدليات المختلفة مؤخرا فاز منتخب مصر ليل تايقوندو يعني بعدد 13 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا اللي أقيمت برواندا ناس كتيرة جدا بالمناسبة بالتباحة وكمان حصل منتخب درجات على المركز الثاني بالبطولة الإفريقية بنيجيريا وأول مبارح فاز اللعب عبد الرحمن شهين بفضية دورة الألعاب العالمية في السناكر وأول ميدالية عالمية بنتكلم لمصر في اللعبة حاجة بجد مشرفة جدا تغير طبعا النتائج المتميزة اللي بحققها برضو أبطال مصر في بطولة العالم للسلاح اللي بتصدفها مصر وفي الآخر ما ينفعش غير أن نقول فعلا مبروك لأبطالنا وأكيد ده كله بيعكس ما تشهده الرياضة المصرية لو هنتكلم من تطوير بفضل دعم طبعا القيادة السياسية لازم يكون فيه اتخاذ قرار يا جماعة لما بيبقى فيه حاجة بيحصل فيها طفرة على الأرض لازم يكون فيه اتخاذ قرار من القيادة السياسية وبعد كده بينصب بعد كده الاهتمام من كافة القطاعات المختلفة وبالتالي ثقافة كمان بتتغير بس البداية لازم تكون من فوق وده شهدناه حقيقي في الخمس ست سنين اللي فاتوا كرم الدكتور كمان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لعيبي ولعبات منتخبات الشطرنج المصري للشباب والناشئين والفتيات بمناسبة هنا فوزهم بعدد 13 ميداليا متنوعة 9 ذهب 3 فضة وميداليا واحدة برونزية ده دمن فعليات بطولة إفريقيا للشطرنج اللي أقيمت في زامبيا وأكيد بنتمنى لهم تحقيق مزيد من الإنجازات للشطرنج المصري ترجمة نانسي قنقر